اشتركوا في القناة نقطة انه احنا بدأنا او بدأت من هذا الاسبوع عشان احنا بطلنا بطلت اعمل توقعات الشهرية فراح ادمج ما بين التوقعات الشهرية او التوقع العام لتحركة الكواكب او تاثيرات الكواكب عليك بالفترة هاي والفترة القادمة وفي نفس اللحظة احكي لك توقعاتك الاسبوعية ولكن اهم اشي انك انت تسمع برجك وتسمع طالعك الان اللي بدي يقولي انا ما بعرف طالعي في موجود رابطين في صندوق الوصف تقدر من خلالها تعرف كيف تستخرج طالعك وتعرف الموقع اللي بتستخرج منه طالعك وتعرف الكواكب كيف موجودة في لحظة ولادتك اليك ولغيرك وفي المقابل بتدمج ما بين توقعات برجك وتوقعات طالعك يعني الان كمان ساعتين بكون ان كل الابراج نزلن على القناة عشان هيك بتسمع برجك وتسمع طالعك وتدمج ما بينهم تعرف ايش الايجابيات وايش السلبيات اللي بتدمج ما بين البرجين بتعرف انت توقعاتك الخاصة اللي بتتعلق فيك انت بدرجة عاليك كمية في المية اذا انت دمجت بين هذا الموضوع وبتكون مش بحاجة لا لفلكي ولا لواحد يشرح لك ولا يفسر لك ولا حتى يستغلك طبعا اهم النقاط اللي رح نحكي عنها بما انه رح نحكي عن توقعات اسبوع وعن حركة الكواكب وإيش تأثيرات الكواكب اللي اثرت عليك الفترة الماضية والفترة الجاي كمان اول اشي احنا حكينا انه الشمس موجودي الان بالسرطان يعني بيتك الخامس بيت العاطفة والحضوض والامور اللي لها علاقة بالحب او حب جديد او غراميات جديدة او علاقة بتتطور ما بينك وبين احد الابناء لمرحلة عالية او مصالحة مع حبيب يعني كلها هاي بتيجي بشكل جيد ولكن اللي صار انه عطارد بيتراجع في نفس البيت يعني عطارد رح يجيب لك اشياء سلبية لها علاقة بالحب او لها علاقة بعلاقتك بالحبيب او توتر علاقة او قلق على احد الابناء او خوف عليه او يعني اشياء ممكن تضغطك بشكل كبير لها علاقة بالمسائل هاي عطارد رح يضل بعملية التراجع في وجوده في هذا البيت لمنتصف شهر سبعة ولكن برضو تأثيراته رح تستمر لايام بعديها فعشان هيك يا اذا بتتابع الابراج اليومية بتعرف انه باستمرار احنا منذكر هاي الامور الان خلصنا من موضوع طارد نيجي للزهرة الزهرة في بيتك الرابع وكان يتراجع يعني هو انها تراجع ولكن تأثيراته السلبي موجودة فهو واترك على مستوى البيت وعمل لك قلق على مستوى البيت خوفك على مستوى البيت اظهر لك بعض المشاكل والعيوب بعض التطورات العائلية النقاشات الحد العائلية الخلافات ما بين العائلة توتر او قلق على احد افراد العائلة كل هذا بسبب تراجع الزهرة الان في ناس برضو تأثروا على مستوى العقارات او طلعوا من بيوتهم او غيروا مساكنهم او انضغطوا بسبب ايشي الى علاقة في احداث الها علاقة في الاعطال المنزلية هذا كل ياته بنتهي مع يوم السبت يعني يوم السبت بتقلب كل الامور هاي اللي الها علاقة في البيت بشكل ايجابي طيب الان نرجع لموضوع الجدي الجدي بيتك 11 وبيت 11 بيت الاصدقاء وبما انه موجود فيه كم من الكواكب يعني عندك المشتري بيتراجع وبلوتو بيتراجع واثنين رح يعملوا زاوية اقتران مع بعض وزحل رح يرجع من بيت متعبك يدخل برضو مرة ثانية لبيت الاصدقاء فبتلاقي اكثر خيبات الامل واكثر المشاكل اللي صارت معك اللي تتعلق بمعارفك او اصدقائك او سوء التفاهم او خسارة اصدقاء او شكك في الاصدقاء او اي اشي الى علاقة بالاصدقاء سلبيا بالفترة الماضية بسبب هذا التراكم بسبب هاي الكواكب فعشان هيك بدك تظلك حذر لا مدة طويلة من هذا الموضوع وتظلك تراكم حالك عشان ما تخسر اصدقائك بشكل كامل بالفترة القادمة اما بالنسبة للموضوع الاخير اللي هو موضوع المريخ ونبتن اللي موجودات عندك نبتن بدأ يتراجع فهو بيأثر عليك بالوسواس والقلق والامور هاي والمريخ اللي كان يعطيك بعض العصبية او القرارات الخاطئة او الانفعال او الصدمات بده ينتقل من عندك لبيتك الثاني فرح يحدث لك دمج ما بين بيتك الاول اللي هو النفسي او نفسيتك وما بيت المال فعشان هيك الفترة الجاي رح تشعر ببعض التطورات اللي الها علاقة انك انت بتصير عصبي اكثر ممكن تنفع الاكثر يعني فترة الاسبوع القادم تنفع الاكثر وممكن برضو يصير انك تهرب بدال ما انت قاعد بتزبط الامور تهرب على المصاريف ودفع المصاري والفلوس وتصرف على اشياء انت مش بحاجتها او يصيق تحدث لك بعض المطالبات او خسارة بعض الاموال او النصب عليك او فقدان بعض مقتنياتك بدك تركز بشكل جيد اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من مساء يوم الخميس وحتى مساء يوم السبت القمر موجود بالعذراء مقابلك تماما فهذا بيت شراكتك المالية والعاطفية وعلاقة الازواج في بعض فبتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركائكم سواء شركاء العمل او العاطفة اهم اشي انك تكونوا اكثر تفاهما لوجهة نظرهم نصق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي فترة ضاغطة بشكل كبير الاوضاع ممكن فيها توصل لمرحلة الصعوبة اذا انت ما داركت الانفعالات من مساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير في الميزان فهنا بتعيدوا تنظيم اموركم المالي المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر شراكة او تعويض اهمش انه ما تهملوا صحتكم بتصبح الاجواء اكثر ايجابي وتجاوب بتتجاوب معاكم ممكن تلاقي اعمالك صدى طيب اهمش انك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة او اعدار من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس القمر بصير موجود بالعقرب فعشان هيك بيصلكم خبر صار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة مع احبائكم بتصير الفترة هاي مناسبة لاجراء مقابلة ممكن تسافر في رحلة او تفرح لانفراج او تسوي مهمة بتهتم بهواية جديدة بتكون حيوي ومتحمس لمتابعة المساعي وممكن انك بالفترة هاي تكون قادر على التواصل مع محيطك بشكل كبير من فجر يوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود بالقوس فعشان هيك بيكون الفترة هاي مناسبة للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعمل بينجح في الدفع بمصالحه بشكل ايجابي وممكن تحافظ على انجازاتك القائمة اهمش انك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين ويحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة ويحرص على لجمها اذا شعرت ببدايتها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء